على التلفزيون الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية على ما لا يقل عن ثلاثة منازل في شمال ووسط رفح مما أصفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين شخصاً وإصابة وفقدان الكثيرين كما شن الجيش الإسرائيلي يوم السبت غارة جوية على سيارة في رفح وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل ويوم الجمعة أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أصدر بياناً قال فيه إن نحو مليون واربعمائة ألف فلسطيني يعيشون حالياً في رفح وإنه في حال أطلقت إسرائيل عملية عسكرية وسعة النطاق ضدها فسوف تكون النتجة عشرات الآلاف من القتلى والشرحة هذا وأصدر مكتب رئيس الأزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بياناً يوم الجمعة جاء فيه أن نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تقديم خطة إلى مجلس الوزراء في زمن الحرب حول إخلاء سكان غزة من رفح والقضاء على مقاتل حماس في المنطقة وأضاف البيان أن هدف القضاء على حماس لن يتحقق إن لم يتم القضاء على كتائبها الأربع في رفح في الوقت نفسه فإن إخلاء السكان من منطقة الحرب ضروري قبل إطلاق عملية عسكرية مكثفة في رفح ترجمة نانسي قنقر